تسأل تقول بأن هناك أخت سألتها هي تعمل في مختبرات الدم سحب الدم تتعامل مع الرجال والنساء تقول يعني إذا لمست يد المريض الذكر تقول هل ينتقض وضوءها أم لا هل ينتقض وضوءها أم لا أختي أمريم بارك الله فيك أولا بالنسبة للمرأة الممرضة هذه التي تباشر سحب الدم جرت العادة بأنها تلبس قفازين هذه العادة ولذلك إذا لمست الرجل أو الذكر عموما من وراء القفازين ما عليها شيء ولله الحمد لله هذا يسمى عند أهل العلم المس بحائل هذا هو الحائل يعني يحول بين البشرة والبشرة هذا لا ينقض الوضوء بالنسبة إذا كان لمس بمباشرة من دون حائل لا قفازين ولا شيء هذه مسألة خلافية بين العلماء من أهل العلم من يذهب إلى النقض مطلقا قالوا ينتقض الوضوء مباشرة ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا ينتقض مطلقا ومن أهل العلم من فرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة للرجل و لمس الرجل للمرأة لا ينتقض به الوضوء و قد دلت على ذلك أدلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم و في آثار الصحابة فقلي لها طبعا الأصل أنها تلبس قفاز حتى لا تمس يد الرجل هذا بمعزل عن قضية نقض الوضوء لأن المرأة ممنوعة من أن تمس رجلا أجنبيا عنها بارك الله فيك